من واشنطن سنرحب بمنتجة الأفلام سماح صافي أهلا بك في تغريدة الصباح ربما صدفة التي التقيت بها بمتسول أو رجل حتى لم تكن تعرف من هو في لندن تحولت لمبادرة إنسانية عبر صورة واحدة أو سلسلة من الصور ماذا علمتك هذه التجربة عن إنستغرام أو منصات تواصل اجتماعي؟ شكرا إليك جيسي على التسليط الضوء على مبادرات إنسانية من هذا النوع صراحة القصة تم نشرها بداية على فيسبوك وهو النص الأساسي اللي أستخدمها لي وسبحان الله بعدين حكيت تحطها على الإنستغرام اللي هو بنهاية إمجز كونتنت فيه هو المحتوى الصورة يعني تعلمت قديش الناس تحب الخير حتى وإن لم تفعله بنفسها يعني تحب أن ترى الخير يحدث ويعني the power of an image يعني تحكي لك الصورة بألف كلمة وهي بالفعل الصورة بألف كلمة وقوة القصة أيضا الصورة كانت مرافقة القصة والناس في قلوبها الكثير من الخير تحب سماع عمل الخير وقصص ملهمة في الخير طب سماح الصور التي نشرتها على فيسبوك وإنستغرام أخبرتنا قصة اللقاء لكن هل لديك تفاصيل عما حدث مع أندرو هل تعرفين أين هو أو كيف سعادته هذه الصور؟ نعم يعني لفت انتباهي عفوا في أندرو هو يعني واحد عفت نفسه فهو ما أخبرني أنه هو شخص فومليس بدون نقوة ولا طلب المساعدة هو كان مجرد شخص مبدع يجا أعطى اقتراحه بالفعل كان اقتراحه جميل إبداعي وكان ذهبنا للحديث معه مجرد شكره والسلام عليه فلما لمس هاللمسة الإبداعية عنده فتفكرت في مثل يقال بأنه صيني أو عربي لا أدري اللي هو يعلمني كيف أصطاد ولا تعطيني سمكة فقررت بضل ما أنه نساعده بمساعدة عاطفية عفوية ونعطيه مثلا بس هالوجبة أو مبلغ بسيط من المال نساعده في يوم واحد نعطيه وسيلة يستطيعه ما تغير حياته بشكل نهائي ولن تحوله إلى رجل ثري ولكن على الأقل يستطيع من خلالها أنه يحصل على وجباته الغذائية ويحصل على مهنة يمكن أسمى من حاجة الإنسان للطعام حاجة لتحقيق الذات وفعل شيء ويكون إنسان منتج وكان هو مقيم في هولند بارك وهو أحد الحضائق في لندن وكما قلت لما شاركت الإسا على الفيسبوك والإنسجرام هي عشرات آلاف الإعجابات من الناس وآلاف المشاركات وهو رقم أذهلني صراحة ورقم بنهاية بس بعد المشاركات أيضا وعدد اللايكس أيضا على فيسبوك وإنسجرام هل انقطعت الاتصالات بينك وبينه هل تعرفين أي شيء عنه الآن تماما أنا بس رح أرجع على نقطة هالأرقام بالنهاية كانت أهميتها مش مجرد انتشارها أو تزايد أرقام أو نحكي عن أرقام هي بنهاية هالأرقام هي وصلت قصة أندرو لمؤسسة لرعاية اللاجئين في لندن وتواصلت معي المؤسسة وخبرتني بأنها ستذهب إن شاء الله لزيارته والتقديم المقوى والرعاية الصحية اللازمة وهذا كان خبر أسعدني جدا وأسعد جميع أصدقائي والمتابعين على الفيسبوك والإنسجرام أنه هي حتى مش بس قوة الصورة وقوة القصة قوة الشير قوة اللايك قوة التفاعل الإيجابي مع المحتوى الإيجابي بس مهتمون سماح عذرا على المقاطعة بس نهتم جدا كي نعرف هل هناك اتصال معه هل انتهت القصة بهذه الصور هل تعرفين أي شيء عنه الآن لم تجبيني حتى الآن للأسف هو كشخص بلا ما هو لا ما عنده أي تلفون ولا أي مكان لكن أنت واصل الآن مع المؤسسة خالف ممتاز لما تخبرني المؤسسة عن ممتاز سمح أنت أيضا لكي نركز على عملك كصانعة أفلام عملتي على عدد من الأفلام لمكافحة صور نمطية ضد المسلمين في الولايات المتحدة أيضا سعدتكي منصات تواصل اجتماعي بنشرها أخبرينا ربما عن أبرز الأفلام التي انتشرت بشكل واسع عبر يوتيوب لكي نعم هناك تبعا دائما منصات فيه منصات مهلجانات الأفلام وفيه منصات السوشال ميديا وفيه منصات التلفاز منصات السوشال ميديا هي من الآن منصات التي يتم الإنتاج لها وإلها معايير خاصة لإنتاج لها ومن ضمن العمال اللي انتجناها إلها كان عدة فواصل توعوية منهم كان إسلاموفوبا هو إعلان لمحاربة الإسلاموفوبية بطريقة كوميدية في البلايات المتحدة وحصد يعني ممكن عشرة ملايين مشاهدة خلال أول شهر من إطلاقه وهناك أيضا جسلايكيو كمان مؤخرا أطلقنا بتعاون مع مودانيسا اللي الأول كان بتعاون مع كير مؤسسة حقوقية لعاية المسلمين في الولايات المتحدة والثانية مودانيسا هي شركة تركية وهي تدعم المحجبات وكان هدفه يهدف لحجاب السيدات المحجبات في الغرب ودعمهم من خلال إظهار صورة المرأة المحجبة وهي غير محجبة حياتها اليومية وبالفعل أيضا نال إعجاب الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وخلال نشرناه قبل ثلاث أسابيع وحتى اللحظة هو ربما 2 مليون مشاهدة وبنهاية هذه الألقام تعكس ربما أثر إيجائي بذلكته في نفس الأشخاص وكل رقم كل شخص واحد لو كانت فقط مئة مشاهد وليست ملايين تعني لنا الكثير أنه وصلت الرسالة لشخص أو مئة شخص صحيح أنت سمح ربما مثال عن الأشخاص الذين استغلوا من أصد تواصل الاجتماعي بالمحتوى المرئي لدعم مبادرات إنسانية سنشكريك نتمنى أيضا لك التوفيق من واشنطن منتجة الأفلام سمح صوفي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك